السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض اختيارات المنتخب او اي اختيار لفريق او منتخب هو ده بيبقى السبب الاول للنجاح والفوز بالبطولة او وصول لكاس العالم زي المهمة لكل مدرب دلوقتي من الجزائر وتونس ومصر والمغرب الاختيارات اللي جاية الايام دي اختيار القايمة من اللي هيبقى اساسي في المطش الاولاني المطش التاني فرق ثلاث تيام هل فيه لعيبة هتقدر تستحمل تلعب في اربع تيام مطشين تقال في لعيبة بعيدة مثلا على المستوى بعيدة على الاشتراقات في معانتهتها فلازم كل مدرب الاختيار مهم اختيارات مهمة فيه مدرب يقولك انا هاختار من اللعب المحترف بس انا هجيب اللي هيمثل منتخب الجزائر ولا مصر ولا تونس ولا المغرب هو اللعب المحترف بس وده خطأ كبير خطأ كبير جدا اللعب المحترف هو نجاح شخصي يعني محرز لما ابتدى في اوروبا ابتدى في نادي مش عارف في البرتغال تقريبا نادي درجة تانية بعد كده راح الدوري الانجليزي نادي درجة تانية المجهود الشخصي بتاع محرز وصله المانشستر سيتي محمد صلاح راح ابتدى في سويسرة يعني لما تيجي تقول اوروبا والاحتراف مش هتذكر سويسرة زيها زي بلاد كتيرة فنلندا والدول دي فسويسرة تعب مجهود شخصي منه راح تشيلسي قعد ستة شهور ما بيلعبش خالص ودوء عارة لفورنتينا الايطالي فورنتينا نادي مش محسوب كبطل في ايطاليا ايطاليا اليوفنتيس الانتر الميلان روما انما مفيش لكن اجتهد راح روما وبعد كده بعد روما رجع تاني ليفربول مقصة مجهود شخصي فما تعتمدش على اللعب المحترف لان ممكن اللعب المحترف تعتمد عليه وبعد ستة شهور ما بيلعبش في نادي او احتياطي او ما بيشتركش يا سيدي هتعتمد على المحترف خلاص انا معاك زي مثلا في الجزائر بيعتمدوا على رياض محرز على طول هو مهاجم الطرف اليمين هو رياض محرز طيب فين البديل فين البديل بتاعه محمد صلاح بيلعب على طول مهاجم فين بديل صلاح ما عندناش بديل صلاح ما عندناش بديل محرز يعني الى الان الجزائر دلوقتي تقول لك بغداد بناجح ما بيسجلش ولا بتاع تيجي تدور تشوف مين المهاجم البديل ما فيش بديل اه يبقى اوعى كمدير فن تعتمد على المحترفين بس لازم تركز في الدولة في اندية الدولة كل دولة عندنا ما شاء الله الجزائر تونس المغرب مصر كل دولة فيها طلقت اربع عندها لهم تاريخ كبير وبيصرفوا ملايين على اللعيبة لازم تعتمد على اللعيبة دي على الاقل يبقى عندك بديل لما يجي واحد يتعب او يعيى او يبعد على المستوى وبعدين فيه لعيبة بتكتفي باحترافها برا فيه لعيبة بتوصل في اوروبا بيتعب ويحلك يعني فيه ناس تجي تقول لك ايه محمد صلاح بيلعب في الليفربول احسن ما بيلعب في مصر هو مع الليفربول قصة كفاح هو اللي بانى الفرقة مع اللعيبة فيه لعيبة جت في عشرين سبعتاشر فيه لعيبة جت معاه في عشرين طمانتاشر فيه لعيبة جت في عشرين تسعتاشر هم كونوا فرقة إلسن وفنضايك وصلاح ومانيه وفرميني جمع بعض كونوا فرقة عمله كفاح للنادي فهو تحس النادي بتاعه لكن هو منتخب مصر في الآخر وفي الأول هو يوم بيجي يلعبه بيشوف قصرته ويلعب المباراة ويرجع للمهمة الأصلية بتاعته ففيه لعيبة مش صلاح بس فيه لعيبة كتيرة في أفريقيا يقولك انا اكتفت بالنادي بتاعي في أوروبا وانا تعبت وتلاقي عنده 28 سنة او يقولك انا مش هلعب دولي كتير سمعنا على الموضوع ده لعيبة كتيرة تقولك لأنا هلعب في نادية وما قدرش بقى انا هبقى مجهد وبتاعنا هركز في نادية يبقى المدير الفني ما تعتمدش على اللعب المحترف لدرجة 100% اعتمد على الأندية لازم تقعد مع مديرين الفنيين بتوع الأندية لازم تقعد مع رئيس النادي تقوله انا محتاج البكي اليمين ما عنديش بكي يمين النهاردة لما ييجي اي اصابة في منتخباتنا في المغرب تونس اي لعب مهم يتصاب مالوش بديل طلعولي لعب بديل اسماعيل بن ناصر لو نجم الميلا او ده محترف جيبوا واحد بديل كده لي مفيش بديل طب البديل تجيبوا منين تجيبوا من أندية الدوري البلد بتاعتك كلام ده مهم جدا فيه كلام كتير هتكلم على الموضوع ده ازاي تعمل بديل كويس لان فريق كورة من جير دكة محترمة شكرا ما عندكش دكة شكرا احنا ايه اللي وصلنا لانهائي مصر ايه اللي وصلها لانهائي افريقيا ابو جبل بديل كويس للشناوي طب لو الشناوي ما عندوش بديل كان ابو جبل نازل شال 2-3 صح يبقى البديل مهم علشان توصل لكاس عالم تاخد بطولة البديل البديل مهم اعمل لايك الفيديو وشرفنا بالشراكة في القناة شكرا احنا بالمخrawر